السفير علاء يوسف مندوب مصر في الأمم المتحدة في جينيف كان له نصيب من الرد القاسي على مفوضة الأمم المتحدة المفوضة السامية لأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللي شغالة بقالها يومين ثلاثة على مصر ما عندهاش غير مصر ومفهوم وقلنا مبارح إن الهجوم على مصر وعلى حالة حقوق الإنسان في مصر من المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة اللي تولت منصبها بعد زيد رعد بن الحسين بتنحى نفس المنحة وانا هقول دلوقتي بعد مقول لكم السفير علاء يوسف قال على الدعاءات المفاوضة السامية لحقوق الإنسان اللي تخص مصر في تقرير المفاوضية ان التقرير مخيب للأمال ده كان علاء يوسف يقول واعتمد على نهج اختياري ودعم الدعاءات لا أساس لها من الصحة بل انها تعتمد على شائعات تخدم مصالح سياسية معينة وتخلط بين المجرمين والضحايا الكلام اللي قالته المفاوضة السامية علق ايضا عليها السفير علاء يوسف في اشارة لأحكام القضاء المصر وقال لها ايه قال لها كان عليك ان تتأكدي من هذه المعلومات اولا وذكر عدة نصوص قانونية ليضع النقاط على الحروف